العالم روبرت جيلهم عالم أمريكي يهودي وهو زعيم اليهود في معهد ألبرت أينشتاين المختص في علم الأجنة هذا العالم الذي له صوالات وجولات في علم الأجنة والبصمات الوراثية في البحوث والاكتشافات الوراثية أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية ولإعجاز القرآن في سبب تحديد عدة الطلاق للمرأة مدة ثلاثة شهور فقد فاجأ العلم الحديث الجميع بمفاجأة علمية تسمى بصمة ماء الرجل حيث أن السائل الذكري للرجل به 62 بروتينا يختلف من رجل لآخر كاختلاف بصمة الإصبع وهي شفرة خاصة لكل رجل وجسد المرأة يحمل كومبيوتر يختزن شفرة من يعاشرها من الرجال فإذا تزوجت برجل آخر بعد الطلاق مباشرة أو دخلت أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس لهذا الكمبيوتر فيصيبه بالخلر والأمراض الخبيثة وثبت علمياً أن أول حيض بعد الطلاق يزيل 32% إلى 35% من بصمة الرجل والحيضة الثانية تزيل 67% إلى 72% من بصمة الرجل والحيضة الثالثة تزيل 99.9% من بصمة الرجل ويكون الرحم تطهر من البصمة السابقة واستعد لاستقبال شفرة وبصمة جديدة بدون إصابته بأذى لذلك فإن ممارسة الدعارة تصيب الزانيات بالأمراض الفتاكة نتيجة لاختلاط السوائل المنوية في الرحم أما عدة الأرمالة فإنها تحتاج لوقت أطول لإزالة الشفرة حيث أن الحزن يثبت البصمة لديها بشكل أقوى فتحتاج للمقدار الذي قال عنه الله عز وجل أربعة أشهر وعشرة لتزول بصمة ماء الرجل نهائيا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة للقيام بتحقيق في حي أفارقة المسلمين بأمريكا فتبين أن كل النساء يحمل بصمات أزواجهن فقط فيما بيّنت التحريات العلمية في حي آخر لأمريكيات متحررات أنهن يمتلكن بصمات متعددة للرجال من 2 إلى 3 وكانت الحقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء التحاليل على زوجته ليتبين أنها تمتلك ثلاث بصمات مما يعني أنها كانت تخونه وذهب به الحد إلى اكتشاف أن واحدا من أصل ثلاثة أبناء فقط هو ابنه وعلى إثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة وتماسك المجتمع وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة على وجه الأرض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم فتاة أمريكية تعطلت سيارتها في طريق مقطوع في ولاية نيوجيرسي واكتشفت أنها نسيت في البيت حقيبتها التي فيها هاتفها والنقود فظلت وقفة في الطريق لا تعرف كيف تتصرف إلى أن لاحظ وجودها شاب جالس على حافة الطريق يقرأ كتابه ويبدو من ملابسه وهيئته أنه من الفقراء فقام هذا الشاب وتقرب من الفتاة وسألها إن كانت تحتاج شيئا فخافت منه وظنت أنه من المتشردين أو المجرمين وقالت لا أحتاج شيئا رجع الشاب إلى مكانه وظل يقرأ في كتابه وبعد قليل وجد الفتاة واقفة في حيرة فعاد إليها وقال أنا متأكد أنك تحتاجين مساعدة أرجوك أن تثقي بي وبعد إلحاح شديد منه وخوف منها قالت له استنفذت الوقود من سيارتي فقال لها حسنا انتظر داخل سيارتك وسأعود بعد قليل تضعف خوف الفتاة من الشاب وظلت جالسة داخل سيارتها تنتظر المجهول إلى أن عاد بعد نصف ساعة وبيده خزان صغير فيه وقود فأسرع وفتح خزان سيارتها وقام بتعبئته كل هذا والفتاة جالسة في سيارتها وبعد أن أكمل التعبئة اتجه إليها وقال لها أنا آسف لم يكن لدي سوى عشرون دولارا ولكني أعتقد أنها كافية لإعادتك سالمة بكت الفتاة وطلبت منه أن يركب معها إلى بيتها كي ترد له النقود فقال لها لا يهم إن هذا المبلغ لم يكن لي من الأساس فشخص آخر أعطاني إياه ورحل دون أن أطلب منه ذلك رحلت الفتاة وصممت أن تعود إليه بالمال وبملابس جديدة وحين ذهبت إليه سألته عن اسمه ومهنته فعرفت منه أنه مسلم من إفريقيا يبحث عن عمل منذ فترة ولم يجد سوى هذا المكان ليقضي فيه معظم وقته وعرفت أن الكتاب الذي يقرأ فيه هو القرآن الكريم الذي نزل من رب العالمين إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والذي يوصي بمساعدة كل محتاج حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديثه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه به كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستراه الله يوم القيامة شكرت الفتاة الشاب الصالح ثم عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي قصتها معه واستطاعت أن تحصل له على أكثر من وظيفة وأن تجمع له مئة ألف دولار ليشتري له سكراً والأهم من ذلك أن المئات من أصدقائها وجرانها وأهلها عرفوا الكثير عن الإسلام وأسلم العشرات منهم وكانت هي أول هؤلاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين حمزة شاب فقير على خلق ودين رغم حصوله على شهادة من جامعة الأزهر إلا أنه يعمل سائقا خاصا لرجل أعمال ولأنه يحب الإسلام حبا كبيرا نفذ فكرة جميلة يساعد بها في نشر الإسلام أينما ذهب فقد اتفق مع مالك السيارة أن يسمح له بأخذ السيارة كل يوم بعد انتهاء عمله لمدة أربع ساعات ويعطيه فقط نصف مرتبه وخلال الأربع ساعات كان يضع لافتة على زجاج السيارة الخلفي كتب فيها بعدد من اللغات إن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فما عليك إلا أن توقفني ومع أول يوم استوقفه رجل أجنبي كان يقود سيارته وبجانبه ابنته الشاب وقال له بلغة إنجليزية أريد أن أعرف عن الإسلام الكثير فابتسم حمزة للرجل ثم فتح مؤخرة السيارة وقد قسمها إلى أقسام وفي كل قسم مجموعة من الأشريطة والرسائل بلغات مختلفة تتحدث عن الإسلام ثم أعطاه شريطا وكتابا بنفس لغته وتمنى من الله أن يوفقه للإسلام وأثناء ما كان يسير بالسيارة لمح شابا يحاول إيقاف تاكسي ليحمل أمه المريضة الواقفة بجانبه تتألم فأسرع إليه وساعد الإبن في إدخال الأم بالسيارة وأخذ طريقه للمستشفى وعندما وصلوا إلى مدخل الاستقبال رفض أمن المستشفى دخول السيارة إلى الداخل وقالوا لهم يدخل واحد فقط ويأتي بكرسي متحرك لحمل المريضة إلى الداخل وفعلا نازل ابنها مسرعا لكي يأتي بكرسي لأمه وبدأ حمزة يتحدث مع الأم المريضة لأنها كانت تتألم من التعب وفجأة شعر بها تحتضر فاقترب منها وقال لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فرددت الأم الشهادتين ثم نظرت إلى حمزة وابتسمت وخرجت الروح فابتسم حمزة وقال الحمد لله ماتت على الشهادتين وبعد أن لفظت السيدة أنفاسها وصعدت الروح إلى ربها وصل بعدها ابنها وأمامه الكرسي المتحرك يحركه مسرعا لكي ينقذ أمه فأمسك حمزة بيده وقال له البقاء لله لقد توفيت يا أخي ولكن أبشرك الحمد لله رب العالمين أنا لقنتها الشهادتين ونطقت بهما جيدة نظر الإبن إلى حمزة في غضم شديد وتحول إلى وحش ثم لكمه لكمة قوية وقال له في حزن شديد الشهادتين لماذا فعلت بها ما فعلت أنا نصراني وأمي نصرانية أنت فعلت مصيبة لقد حققت لها حلمها ورغبة كانت تتمناها منذ أربعين عاما ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فرح حمزة رغم الألم الذي أصابه وفي اليوم التالي ذهب حمزة إلى مكان هذه السيدة وبحث عن تاريخها فعلم أنها قطعت شوطا كبيرا لفهم الإسلام وكانت مقتنعة تماما به وأصبح اعتناقه حلما من أحلامها وأنها قد قررت أن تعلن إسلامها بعد الشفاء من مرضها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا